دعائنا ودعائي وإن شاء الله موسماني يمشي وربنا يهدي علينا الكابتن الخطيب وياخد هذا القرار لأنه قادر أنه ياخده قادر أنه ياخده أماننا فيك كبير يا كابتن خطيب أرجوك كفاية موسماني النبي عليك يا شيخ كفاية موسماني هو من الواضح أنه أبواب السماء كانت مفتوحة في هذه اللحظات وحصلت استجابة الدعاء لحبد الله وكمان ربنا هذا كابتن الخطيب وسمح لموسماني وممسكش فيه وقاله النبي خليك وبالعكس يعني حصل التراضي بين الطرفين ومشي بس خليني أقول لكم الأول هو إيه اللي حصل يوم الأربع اللي فات أنا بعد ما قلت بقى يا رب ودعيت ربنا كده أنه ربنا أنه يخلي موسماني يمشي وأبواب السماء أكيد كانت مفتوحة يعني الحمد لله ودعيت كده أنه كابتن الخطيب برضو ربنا يهديه ويكرمه والواضح أنه فعلا حصل والنهاردة الحقيقة خلصنا من موسماني مدرب الأهلي والنهاردة عيد والعيد الليلاتي وإحنا أول ناس الحقيقة بس عشان تكونوا عارفين في 90 دقيقة طلعنا وقلنا مرة واثنين وثلاثة موسماني لازم يمشي والمفروض أنه يمشي وقلنا كمان يومها يعني ما يرجعش مصر كمان بقى يعني ما فيش داعي يرجع مصر يعني بشانطيته كده ويطلع من المغرب على جنوب إفريق ودي والله كانت تعوى مع الأمنية يعني الحمد لله بنا استجاب وشكرا يا كابتن بيبو هندلعك يا كابتن بيبو عشان أنت دلعتنا بمشيط موسماني دي والنهاردة الناس الأهلي وجه الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسماني بعد فسخ التعاقد بالتراضي وفي ضوء احترام متبادل حقيقة زي ما احنا بتعاودين دايما كابتن الخطيب كان فيه احترام متبادل بين الطرفين